الاردن مش بعيد مش هيسافروا ساعات طايران طويلة يمكن الاردن كانوا شحلوا علينا في بطولة عربية اللي فاتت كسبنا رجال وسيدات يعني كل المقاييس بطولة لها مكاسب كتير هنوح نتكلم على ماير شريف ماير شريف كان بتلعب بطولة الارجنتين ومشت كويس تأهلت دور قبل النهائية وللأسف خسرت دور قبل النهائية خسرت من مين خسرت من بطلة المجر بنتيجة 2-1 وجات النتائج 4-6-6-3-6-3 ماير كانت فازت في دور الـ 32 على الأسبانية أندريا بنتيجة 2-1 وبعدين كسبت بطلة ألمانيا كاترينا بنتيجة 2-0 وبعدين كسبت بطلة جورجيا بنتيجة 2-1 ماير مركزة دلوقتي عشان توصل لتصنيف أعلى تصنيف الخمسين هي ترتبة دلوقتي الاربعة وستين هي مركزة جمع نقاط كل ما بتكسب كل ما بجمع نقاط وانا بقول انها خلاص قابة قوسينة وقدنا انها تخش في البست 50 players all over the world لانه هتفرق معها كتير جدا في القرعة بعد كده قرعتها هتبقى أسهل بطولات الجراند سلام الكبيرة هتخش على الأدوار المين درو مش محتاجة تخش على الأدوار اللي هي التصفيات يعني الخمسين لعبة اللي في الترتيب الأول بيرتاحوا جدا والمسأة اللي بيقول مكسب بيجي مكسب هو ده في الألعاب المضرب خمسين لعبة اللي هما أول في العالم بيخشوا على المين درو بتبقى الدنيا سهلة دنيا سهلة تلاقي رايح بطولة عمالي جمع في لوقت أكتر اللي بيجي من بعيد بلازم يبزل مجود أكتر عشان يخش يحرك أو يزيح واحد من أحسر خمسين وخش مكان ميار الشريف لو دخلت في أول خمسين ان شاء الله يبقى لها شأن كبير جدا لان بعد كده هيبقى القرعة بتاعتها تبقى سهلة هيبقى سهلة جدا بتوصل دور الستاشة دور التمانية في البطولات بتاعت جراند سلام كل التوفيق طبعا لبنت النادي الأهلي ميار الشريف